وإلى النشر الرقمي ريتا خوري أهلا بك مرحبا إيمان سنبدأ ب مالء الدنيا وشاغل الناس يذخر إذن من مسؤول كبير في الناتو انتقد إدارته لمنصة X إيلون ماسك هاجم هذا المسؤول الذي شكك في طريقة إدارته لمنصة X وأكد الأدميرال الهولندي روب باور رئيس اللجنة العسكرية في حلف شمال الأطلسي أنه يدعم بشدة حريات تعبير لكنه لفتا إلى أنه ليس مقتنعا بالضرورة بأن ما يفعله ماسك في X هو النهج الصحيح وحذر من التضليل والهجمات الإلكترونية مضيفا أن شبكات التواصل تضخم كل ما تصنعه مجموعات من الروبوتات إيلون ماسك الذي يبدو عاجزا عن تقبل أي نوع من أنواع الانتقاد رد ساخرا من الأميرال قال لنعد إلى أورويل إلى الخيال مضيفا أمثله يعتقدون أن رواية 1984 هي دليل تعليمات في إشارة إلى رواية شهيرة أرلافها الكاتب البريطاني جورج أورويل حول مواضيع الشمولية والمراقبة الجمعية لحرية تعبير نذكر أنه قبل شراء تويتر في العام 2022 إيمان اللي صار هلأ X تعهد ماكس أن يهزم الروبوتات أو يموت وهو يحاول ذلك لكنه قلص في النهاية الفرق المخصصة لذلك يمكن عملا بالمثل الفرنسي لا يوجد إلا الأغبياء الذين لا يغيرون تأيهم ولكن يبدو بأن ماسك تعرض لحملة انتقادات حتى الرئيس الإيطالي انتقده بسبب جدل حول الهجرة هو يبلش يعني البادي أظلم خلينا نقوم لرئيس الإيطالي سيرجيو مارتلا وبخوى أن بالملياردير الأمريكي بعد انخراطه في جدل يتعلق بسياسة روما تجاه المهاجرين ودعاه إلى التوقف عن إعطاء الدروس وقلم تاريلا الذي يحظى باحترام كبير في إيطاليا رغم منصبه الشرفي إن إيطاليا دولة ديمقراطية عظيمة تعرف كيف تعتني بنفسها بينما تحترم دستورها وكان ماسك قد علق على حكم أصدره قضاة إيطاليون ووجه ضربة قاسية لاتفاق أبرمته روما مع ألبانيا بشأن التعامل مع المهاجرين الذين ينقذون في البحر فكتب على إيكس قائلا على هؤلاء القضاة أن يرحلوا مفكر حاله ترامب يمكن ما بعرف ولم يذكر ما ترى لا اسم ماسك هذه التقنية يعني في التجاهل لكنه قال إن أي شخص خاصة إذا كان يستعد كما أعلن لدور مهم في حكومة دولة صديقة وحليفة يجب أن يحترم سيادة تلك الدولة ولا يمكنه أن يتدخل في شؤونها لعطاء درس غير أن ماسك الذي له علاقات وثيقة مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني الذي يرأس حزبا مناهضا للمهاجرين أعاد الكرة وسأل شعب إيطاليا يعيش في ظل ديمقراطية أم أن نظاما مستبدا غير منتخب هو الذي يتخذ القرارات هنا لن أعلق وليسا اللي جاي أكثر برأيه الرئيس الإيراني ريتا يصدر التعليمات لرفع الحجب عن منصات التواصل في البلاد أخيرا أخيرا الحكومة الإيرانية لديها برنامج لرفع الحجب عن شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية هذا وعد قدعوا الرئيس الإيراني عفوا على نفسه هذا الكلام الذي قلته للتو صدر عن المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة موهاجراني بظل كنت زنوا أنه نساء متهضات في إيران ما هيها ناطقة باسم الحكومة الفرنسية الفرنسية الإيرانية بشروط إيرانية المهم أن هذه التصريحات جاءت بعد ما قال الرئيس الإيراني مسعود بيشيكيون في اجتماع للمجلس الأعلى للفضاء الافتراضي أن استمرار حجب منصات التواصل غير مقبول مشيرا إلى أنه وفق دراسات عدة لم تحقق أهداف حجب منصات التواصل الاجتماعية بشكل كامل وأضاف أن إلغاء الحظر لا يعني ترك العالم الافتراضي وشأنه على قلب قاعدين مشيرا في الوقت نفسي إلى أن الحجب كان من المقرر أن يحل مشكلة لكنه جعل الوضع أكثر تعقيدا وصد في كثير فساد في بيع برامج فكتشفير VPN التي أصبحت تجارة رائشة للمفارقة فإن حظر هذه المنصات لا يسري على كبار المسؤولين الإيرانيين فهم يستخدمونها ويوجهون عبرها الرسائل للجمهور في الداخل والخارج وإذا اعتبر البعض أن هذه الخطوة الثورية في إيران يبدو بأن هناك أيضا تقنية ثورية لمراقبة سلامة المباني الكوريون وما أدران ما الكوريين صح لفظت؟ كوريين في إنجاز علمي طور باحثون كوريون مستشعرات نانوية ذكية قادرة على الكشف عن أضرار لحقت بالمباني بشكل دقيق وفوري تستغل هذه التقنية المبتكرة تغيرات اللونية التي تحدث في المواد النانوية عند تعرضها للإجهاد لتقدم طريقة جديدة تماما لمراقبة سلامة المباني المبدأ إيمان بسيط فهذه المستشعرات تغير لونها عندما تشعر أو يتعرض المبنى للإجهاد أو لأي أضرار وبفضل الذكاء الاصطناعي يمكن تحليل هذه التغيرات اللونية بدقة لتحديد نوع التشوه وحجمه كما الكشف المبكر عن صارتان الثدي مثلا تساعد هذه التقنية في الكشف المبكر عن أي مشاكل في البنية إضافة إلى أنها منخفضت التكاليف وسهلت الاستخدام ونبقى في هذا الجزء من العالم ننتقل إلى أندونيسيا هذا البلد السياحي حيث يطرح السؤال عن مدى تأثر السياح بحضر أجهزة آيفون الشديدة القديمة القديمة معلش القديمة معلش مسموح فيها ولكن الجديدة ونتحدث هنا تحديدا عن أجهزة آيفون 16 الذي حضرت اندونيسيا بيعه لعدم استفائه بعض المتطلبات ونقص المكونات المحلية التي يجب أن تحتوي عليها الهواتف الذكية المباعة في اندونيسيا وزارة الصناعة في جاكارتا أكدت أن السلطات لن تمنع السياح من استخدام آيفون 16 طالما أنهم لا يحاولون بيعه أما السكان المحليون الذين يجلبون معهم آيفون 16 يتعين عليهم التصريح عنها لدى الجمارك وضفع ضريبة استيراد بينما يعفى السياح من ذلك وتهمت جاكارتا أبل بعدم الوفاء بالتزامات الاستثمارية تصل قيمتها إلى نحو 117 مليون دولار عقيبا فقط على مسألات الكوريون وما أدرانا ما الكوريون أنا لم أفهم أنك تسأليني نحوية أنا فهمت أنك تسأليني عن نطقت الكوريون لهيك شكيت وسألتك شكرا للتصحيح شكرا لك شكرا لك شكرا